يالو والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية كل عام وأنتم بخير وعودا حميدا إن شاء الله لي ولكم إن شاء الله ما طولت عليكم فيلم دكتور سترينج يا جماعة in the multiverse of madness وصل وتابعناها أخيرا ولاحد يسألني كيف تابعته لما أنا جماعة قد ما كنت متحمس للفيلم وكنت رافع سقف طموحاتي يعني المكان مرة بعيد إلا أنه الفيلم طلع يعني أقل من المتوقع بنسبة متوسطة لحد ما ما راح أقول لكم أنه مخيب للأمال لا والله الفيلم كان ممتع جدا ومر الوقت بسرعة وأنا تابع الفيلم من دون ما أحس فيه ولكن للأمانة كنت متوقع شيء أكثر من كذا بكثير وهذه غلطتنا ما أدري مين اللي قال بس في حكيم ذات مرة قال لي في التعليقات أقتل طموحك يعني لا توقع الكثير من أي شيء أنت متوقع منه كثير إن شاء الله تحطم بعدين الهايب كان مرة مرة عالي لهذا الفيلم لأني مرة كمان أحب دكتور سترينج ولكن الواقع طلع شيء مختلف الفيلم تم منعه في عدة دول عربية بسبب مشهد خاص بشخصية أمريكان شافز واللي بالمناسبة طلعت شخصية كيوت ولطيفة يعني الجهات المسؤولة في السعودية والكويت وبعض الدول العربية الثانية قالوا لديزني جماعة الخير في مشهد مدة 15 ثانية فيه إشارة للمثلية واللي تخالف الثقافة والدين والمجتمع عندنا نبغاكم تحذفوها ولكن ديزني رفضوا وقالوا نو ديزني الخسرانة كانوا بيطلع من ورانا على الأقل على الأقل 50 مليون دولار بكيفكم يا ديزني بكيفكم عموما عزيزي الوجيهة وعزيزتي الوجيهة تعالوا اليوم وخلونا نتكلم عن فيلم دكتور سترينج In the Multiverse of Madness ويب المراجعة راح تحتوي على حرق وراح أعطيك خبر لما يبدأ الحرق وإلى ذلك الحين خليك معنا وانبسط بالمراجعة البسيطة هذه اشترك في القناة لو ما كنتم اشترك فعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول والأهم من هذا كله يا جماعة سيريوسلي إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك ما عجبكم حطوا ديسلايك يرحم أبوكم اتفاعلوا مع الفيديو مرة مهم وضروري وبيدعم القناة كثير غير كذا يا ربنا نخوش على المراجعة قصة الفيلم بالمختصر الشديد دكتور سترينج يا جماعة الخير بطريقة ما يلقى نفسه متورط في دوامة كبيرة من العوالم الموازية قاعد يدخل من عالم إلى آخر وأثناء ما هو يتنقل يلقى نفسه أحيانا في مواجهة نسخ ثانية منه بعض النسخ هذه قد تكون شريرة وبعضها قد تكون عادية وبعضها قد يكون ما لها وجود وأحيانا يلقى نفسه في مواجهة أشرار ثانيين من عوالم موازية ثانية فكيف راح يصحح دكتور ستيفن سترينج الوضع هذا ويرجع الأمور إلى مسارها الصحيح ويشاركه في هذه الفوضى الشخصية الخارقة جدا سكارلت ويتش وكذلك المراهقة الضائعة والتائهة واللي ما تدري وين رايحة وين مودية الوجه الجديد أمريكان شافز اللي عندها القدرة على التنقل والقفز ما بين العوالم الموازية هذه قوتها بس هذه القصة بدون حرق وليش نقدر نشوفها عن طريق التريلر ولكن القصة الحقيقية جماعة مختلفة تماما وفيها تفاصيل الدق وفوضى عارمة حقيقي والتفاصيل والقصة المختلفة عن التريلر راح تكون هي عنصر المفاجأة الأول بالنسبة لكم أول ما تتابعوا الفيلم أنا للأمان عندي مشكلتين مع هذا الفيلم أول حاجة يا جماعة القصة القصة مرة 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 مختصرة بشكل جدا مجنون وبقد ما كنت متوقع للفيلم أشياء كثيرة وكنت متوقع أني أشوف تفاصيل وأمنيات معينة أنها تتحقق إلا أنه كذا فجأة لقيت نفسي في نهاية الفيلم أي كيف كذا خلص الفيلم لسه في أشياء كنت متوقعة تصير طب شوية منها أوكي الفيلم ساعتين وشوية ولكن للأمانة مرت كأنها ساعة حقيقي مرت بسرعة خالقة وممكن بعضكم يقول يا وجيه طيب ترى هذه حاجة كويسة الفيلم لما يخلص ويمر بسرعة معناته أنك مستمتع معناته أنك مبسوط صح والله كلامك صح بس مو معناته أنك اكتفيت من الفيلم مو معناته أنه الفيلم لبأ كل تطلعاتي ياب ياب الفيلم مرة مجنون مرة رهيب مرة ممتع بس مدته مرة قصيرة مقارنة بالتوقعات والأمال اللي كنت حاطا عليه وترى مو أنا ولا أنت عزيزي الوجيه ولا أنت عزيزتي الوجيهة اللي جالسين توقع أنه الفيلم بيطلع حلو كده من راسنا هم اللي جالسين يحمسونا قدموا لنا حاجة ثانية علما أنه الفريق القائم على فيلم دكتور سترينج in the multiverse of madness قالوا أنه الفيلم كان مفروض يكون مدته ثلاث ساعات إلا شوية وبطريقة ما كده فجأة قالوا احذفوا بعض المشاهد والأشياء الكثيرة في هذا الفيلم ونزلوا مدته إلى ساعتين وكم دقيقة ما أعرف مني اللقناعهم بهذه الجزئية بس سحقا لك تخيلوا مدة الفيلم كان مفروض تكون حوالي ثلاث ساعات وفجأة نزلت إلى ساعتين ليش؟ we don't know خسارة حقيقي خسارة المشكلة الثانية اللي يعافيكم أنه الفيلم ما كان فيه ربط بينه وبين مسلسل لوكي على الإطلاق مسلسل لوكي لمح للعوالم الموازية وأنه فيه مصيبة كبيرة قادمة أو كانج the congeral كانج اللي راح يدمر الدنيا ولكن طلع الموضوع في فيلم دكتور سترينج مرة مختلف ولا له أي علاقة بنهاية مسلسل لوكي إنما كان مرتبط بمسلسل واندا فيجين نفس الشي حصل في فيلم سبايدرمان عوالم موازية جلسة مفتح وجلسة تقفل بس ما لها أي علاقة بمسلسل لوكي ولا لها أي علاقة بمسلسل واندا فيجين ممكن بعضكم يقول طيب يمكن فيلم ثور لا والله صدقوني فيلم ثور ما له أي علاقة في العوالم الموازية ممكن تكون فيه فكرة العوالم الموازية بس ما راح يكون مرتبط بأي أفلام قديمة زي دكتور سترينج أو مسلسل لوكي أو غير ممكن فيلم اينت مان أو الرجل النملة رح يكون مرتبط أكثر بمسلسل لوكي لأنه إلى الآن صرعوا وقالوا أنه كانغ رح يظهر في مسلسل أو في فيلم أينتمان أو الرجل النملة القادم أنا الأمانة كنت متوقع حرفياً كنت متوقع أن نهاية مسلسل لوكي رح تكون مرتبطة مباشرة بهذا الفيلم أو على الأقل هذا الكلام اللي كانوا يحاولون يوصلونه لي مارفل أوه لوكي فتح بوابات العالم الموازية ورح تبدأ الفوضى ويظهر كانغ وتصير مشاكل كثيرة أوكي معناته الفوضى وهذه رح نشوفها في فيلم سبيدرمان أم قالوا كده في البداية أو هذا اللي خلونا نتوهمه بوم فيلم سبيدرمان فيه فكرة العالم الموازية بس ما له أي علاقة مسلسل لوكي أوكي يلا بنشوفها في فيلم دكتور سترينج in the multiverse of madness أو هذا اللي خلونا نتوهمه فيلم دكتور سترينج in the multiverse of madness فيه فكرة العالم الموازية بس ما له أمه علاقة بلا صار في مسلسل لوكي الموضوع طلع مجرد تلميح بأن العوالم الموازية راح يتم الخوض فيها داخل عالم مارفيل السينمائي فقط طيب يا جماعة من ناحية القصة الأمور كانت متماسكة بشكل جدا سلس ومرن للغاية من ناحية ترتيب الأحداث وارتباطها ببعض كل شي كان مناسب لكن بعض أجزاء القصة اللي لها علاقة بجوهر الفيلم نفسه ما كانت مكتوبة بشكل جيد يعني حرفيا في أحداث كده أول ما تشوفها بتقول ووو ولكن فجأة المشاهد هذه انتهت ومرت بشكل سريع وبكتابها مرة كسلانة مرة كسلانة غير كده يا جماعة شوفوا أنا سمي التضحيات يبغى تقهرني في فيلمك أو في مسلسلك لا سمح الله وصرت مخرج أو صانع أفلام في المستقبل ضحب أشياء رهيبة بطريقة غبية أنا مضد التضحيات ضحي أقتل عيش بالعكس حاجة حلوة كده أنك تسوي شيء خارج عن التوقعات بس سوي بطريقة شوية محترمة قدمها بشكل حلو لكنك تقدمها بشكل غبي ومستفز أححى عيب واللي تابعوا الفيلم ماكيد فاهمين اللي يقصده والله يا جماعة خلوني ساكد بنسولف عن الموضوع أكثر في فقرة الحرب بالناحية التمثيل يا جماعة خلونا نبدأ بالوجه الجديد أمريكان شافز البنت اللي الأمانة حبيت أدائها ما أقول لكم إنها مرة عظيمة ولكنها قدمت الدور يعني بشكل مناسب لشخصيتها ولسنها ولقيمتها داخل الفيلم ما رح أقول لكم إنه البنت مرة خطيرة بس لا الدور كان جيد وامورها طيب أما بالنسبة البندكت كامبرباتش للأمانة الشيء الحمل كبير على عاتقه في هذا الفيلم أول حاجة يا جماعة البندكت كامبرباتش قدم دور لأكثر من نسخة لدكتور سترينج وهذا بحد ذاته شيء مرة ماهو سهل شفنا أكثر من نسخة لدكتور سترينج وبنفسيات وشخصيات مختلفة عن بعض وفي كل شخصية البندكت كامبرباتش كان ينافس نفسه تمثيليا بأداءات مختلفة لشخصية واحدة نجي لأهم أداء وأقوى أداء وأفضل أداء واللي أخذ الضوء عن كل طاقم الممثلين بما فيهم كامبرباتش واللي هي إليزابيث أولسن للمانة يا جماعة أنا شفت شخصيتين لنفس الشخصية في مكان واحد أنا مجالسة أقول لكم قاعدين نشوف أكثر من واندا قاعدين نشوف أكثر من سكارلت ويتش لا نتكلم عن نفس الشخصية في عالم واحد ظهرت بأكثر من جانب شفت واندا الطيبة والمحبوبة والعقلانية والأمة الحنونة وفي نفس الوقت شفت سكارلت ويتش المرعبة والمخيفة واللي مستعدة تدمر كون كامل عن بكرة أبيه علشان تحقق أهدافها ما راح قدر أخوض في تفاصيل كثيرة للأمانة بس حقيقي يا جماعة إليزابيث هي بطلة هذا الفيلم ولو في جائزة مخصوصة لهذا الفيلم لأفضل أداء راح أعطيها للممثلة إليزابيث بكل جدارة مرة بدعت أما بالنسبة الباقي الطاقة من الممثلين من الأدوار المهمة والأدوار البسيطة كلهم من ناحية الأداء كان أداهم كويس ولكن عتبي على ظهور بعض الشخصيات المهمة شخصيات يا جماعة مرة 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 مهمة مهمة إلين خلاص وللأسف تم تقديمهم بشكل مرة عادي وغير لائق لا بحجمهم ولا بروعة ظهورهم ظهورهم كان مرة رهيب ولكن بعد وقت قصير من الـ كل مشاعر الحماس اللي بداخلي انطفأت وبإيش؟ وبطريقة مرة غبية وساذجة تحس ان اللي كتبها كذا بسرعة بسرعة غلق الليلة يا شيخ خلنا نكتب أي حاجة في المشهد دا الفيلم بصريا واضح انه مرة ما تعوب عليه كون 95% منه تقريبا كله مؤثرات بصرية تخيل طول الفيلم وتتشوف مؤثرات بصرية الفيلم مرة ما تعوب عليه أتوقع يمكن ما فيه إلا مشهد أو مشهدين اللي ما فيها مؤثرات بصرية الباقي كله مؤثرات بصرية وغرين سكرين والسي جي غاي والفوضى دي وأنا راح أقدر أنصف العمل للأمانة من ناحية المؤثرات بالتحديد إلا بعد مشاهدة ثانية ليش؟ مو شغل لك القصة جيدة ومتماسكة وشدتني إلى نهاية الفيلم ولكنها ما تخلو من العيوب والقفزات واللحظات الحاسمة اللي كتبوها بشكل جدا كسولة وكسلان ليزي بدأ الفيلم بشكل ممتاز وانتهى بشكل جيد ومشهد النهاية يفترض أنه فتح لنا أفاق وتطلعات جديدة وتوقعات لمستقبل عالم مارفل القادم واللي أكيد أكيد راح يكون العوالم الموازية أو راح تكون العوالم الموازية جزء لا يتجزأ منها تقييم الفيلم على موقع آيم دي بي إلى هذه اللحظة هو 7.6 من 10 قد يرتفع ولكن بنسبة أكبر ممكن راح ينخفض ويصل إلى 7 وبالنسبة لي تقييمي الشخصي من هذه اللحظة هو 7 من 10 وأشوفها جدا منصفة وفي هذه اللحظة عزيز الوجيه انتهت فقرة المراجعة بدون حرق أتمنى أني ما حرقت عليك بالغلط يعني تقدر تسوي لايك للفيديو الحين وتروح تتابع الفيلم لو تحب أو تنتظر إلى أن ينزل بجودات ممتازة بعد شهور كثيرة إنسا أنه ينزل قريب بينزل بعيد ثلاثة شهور أربعة شهور يمكن تقدر تمشي الحين وبنبدأ حرق مع السلامة طيب نيجي لفقرة الحرق والسواليف المحرقة الآن يا جماعة قصة الفيلم طلعت شي مختلف تماما عن اللي كنا إحنا متوقعينه في الإعلان أوهمونا إنه دكتور سترينج راح يتعاون مع سكارلت ويتش وأميريكان شافيز علشان يحلون مشكلة لها علاقة بالأكوان الموازية ولكن الواقع طلع إنه واندا هي الشرير في هذا الفيلم وهي اللي جالسة تحاول تقضي على دكتور سترينج وأميريكان شافيز وهذه هي الصدمة الأولى اللي تعرضت لها شخصيا في هذا الفيلم ممكن بعضكم كان يعرف هذه المعلومة بس العلمكم ترى أنا ما أبح بيش كثير ما أجي بالعيد ما أروح أحرق عن نفسي أشوف التريلرات وحللها شوية وباس عموما ليش واندا قاعد تسوي الحوسة دي كلها لأنها قرأت أكثر من اللازم من كتاب الدارك هولد وكلنا نعرف عن طريق مسلسل وات إف وعن طريق مسلسل واندا فيجين إنه اللي يقرأ كتاب الدارك هولد أكثر من اللازم يتحول إلى شخص شرير وأناني وقوي جدا وهمه الوحيد إنه يحقق أهدافه الشخصية لأكثر فواندا هنا قالت إيش أنا خلاص تمكنت من كتاب الدارك هولد هذا فقررت إنها تستخدم الكتاب علشان تنقل وعيها إلى شخصياتها في عالم وازية نسخ ثانية منها في عالم وازية وتشوف إيش هي أفضل نسخة منها وإيش هي أكثر نسخة منها عايشة حياتها وسعيدة وبعد كذا تروح وتنقل نفسها إلى هذاك الكون وتعيش حياتها بعد ما تقتل النسخة الثانية منها طبعا فكانت تستخدم حاجة اسمها الدريم ووكينغ أو التنقل عبر الأحلام بمعنى إنها تدخل إلى داخل عقول شخصياتها من عالم وازية باستخدام قوة الدارك هولد طبعا الأنوان ده بإمكانها تعيش بشكل مؤقت يعني تقدر تنقل نفسها إلى وعي أحد نسخها في العالم الموازية وتعيش مع أطفالها وتنبسط ومتى ما طفشت ترجع إلى وعيها ولكنها قالت لا أنا راح أنقل نفسي إلى هذاك الكون بعد ما أتأكد أي نسخة مني عايشة بحياة كريمة وسعيدة وأقتل النسخة الثانية السعيدة هذه مني وأخذ السعادة حقها وعيش أنا مع أطفال التوأم بسبت ونبسط طيب ليش ما سويتك كذا وفكيتين قالت لا مش كفاية أنا راح أخذ قوة أمريكان شافز اللي تقدر تتنقل ما بين الأكوان الموازية بكل سهولة تمتصها تأخذها لها تصير هي اللي تقدر تتنقل بين الأكوان الموازية أتنقل ما بين العوالم الموازية أجيب لهم أدوية أو أجيب حلول لأي مشكلة ممكن تظهر لي خلاصة الكلام يا جماعة الدارك هولد لعب بعقل سكارلت ويتش أو واندا إلين غالامين وحوالها إلى شخصية مرة شريرة وخطيرة ولا تقهر لما أنا حبيت مشهد التنقل ما بين الأكوان اللي صار كذا بالخطأ بين دكتور سترينج وأمريكان شافز خلانا نشوف أشياء غريبة داخل عالم مارفيل ممكن نشوفها مستقبلا في أحد العوالم كانت الحياة فيه عبارة عن رسول كارتونية وفي أحد العوالم كان كل شي بالأسود ولا بيض وفي أحد العوالم اللي لحس مخي كانوا عبارة عن طلاء دهان بويا سميها ما شئ تخيلوا في أحد العوالم داخل مارفيل كل شي عبارة عن طلاء دهان دهان بويا بو حتى أنه أمريكان شافز لما سألت دكتور سترينج احنا كنا طلاع في أحد العوالم وليش اتمنى انك ما تعلق هناك اناك اسكت خلك ساكت انسى الموضوول اكثر شي استعجني للامانة بقد ما فرحني في هذا الفيلم يا جماعة هو ظهور فرقة الليمونادي اول ما ظهروا لانه مش دكتور سترنج حقنا في حريقه همسى حقنا بخير لما شفت كمان كابتن كارتر كابتن امريكا بس النسخة البريطانية مرة شاكلها رهيب مرة كانت رهيبة بس في نفس اللحظة رجعت زعلت اي وينها يرون مان الو مدير طلع ما فيه يرون مان مجرد شاعات انبسطت اكثر لما شفت باقي اعضاء الليموناتي كل شي كان تمام للامانة وتقديمهم كان مرن وبسيط ويخدم اللحظة بس توقعت اني اشوف شخصيات ثانية توقعت انه معظم الشاعات تكون صح زي ديد بول زي وولفرين بس لا طلع ما فيه لذول العيال والمصيبة والطامة الكبرى يا جماعة ان الناس الحلوة ذول اللي قدموهم بطريقة جدا مختصرة اجأ كلهم ماتوا كلهم ماتوا دون استثناء شوفوا يا جماعة قلت لكم انا ما عندي مشكلة انك تقتل وضحي اقتل وضحي يعيش خذ راحتك انا مشكلة الان ليش ماتوا بكل بساطة كذا ياخي هذا حدث مرة مرة مهم حدث الناس كلهم انتظرينوا تقريبا تنهي زي كذا زي كذا كان بامكانهم توظيفوا بشكل افضل من كذا بكثير كان يقدروا يخلقوا مشاهد قتالية واكشن من اروع ما يكون بعد انه اقتلهم عادي بس فتظفهم شوية استفيد منهم عطيهم فرصتهم احترم ظهورهم يا شيخ امم قهرني يعني تخيلوا واحد اسمه بلاك بولت انا اول مرة شوفوه بس قول انه ظهر في مسلسل اسمه انه هيومن المهم تخيل انه ذا بصوته بس قتل دكتور سترينج اه سوري سوري دكتور سترينج مات بصوته مرة قوي بس كيف جات واندا وقتلته كذا ما ليحق يقاوم ما ليحق يضارب عشفهم مستر فانتاستيك ممكن ممكن بعضكم يفتكروا من فانتاستيك فور القديم ياب مودي شخصية واحد ثاني اللي هو جيم في ذاوفيس معرف اسمه عنده قدرة يمدد جسم وما يعارف ايش برضو في لمح البصر بوم بخ مات ولا في اي مقاومة على طول مات كابتن كارتا اللي عندها نفس قوت كابتن اميريكا ودرعه لا وعندها جيت باك اذا حاجة تخليها تطير شنطة بسيطة نقطعها نصين وبالدرع حقها كمان ونخليها تموت كابتن مارفل القوية المعضلة التي لا تقهر بسيطة خليها تموت تحت الركام وبطريقة زبالة قلت لكم انا ما عندي مشكلة انهم يموتوا بالعكس عادي اقتلهم بس شوية احترام اهو ما ادري ايش الهدف ايرحمونك ومعلموني ايش الهدف ويرجع يقول لك هذولي ضيوف شرف يعني هي مجرد ايش كذا يعني بروفيسور اكزافيير نقدر نقول انه ها ها يا دوبك كان له اثر في مسار القصة كلامه توجيهاته اللي تمت في الفيلم لا لها دور في مسار القصة بشكل مرة واضح هذا اكزافيير اللي انا اعرفه من عالم اكس من وهذه طريقة تفكيره ودائما مؤمن بالبشر والناس اللي حوالينه في اسوأ الحالات واسوأ ضروف لما انا مرة كان اوكي اثره في القصة مرة حلو بس في النهاية مات يا عمي تخيلوا ان الكريه موردو في هذا العالم اخذ حقه اكثر من اي ضيف شرف ثاني يقلع ام الكتاب الكسولة كاسلانين كاسلانين من جانب ثاني اللي امانة حبيت فكرة انه الدارك هولد مش مجرد كتاب انحرق الكتاب وخلصناه وكل شي بس لا طيلي على الدارك هولد في مكان اسمه الدارك هولد اصلا ومكان مرة في اخر الدنيا وتحرس وحوش واشياء ومخلوقات غريبة ممكن قراءة الكوميك ما تفاجأوا بهذا الخبر انه الدارك هولد ماه كتاب بل هو مكان ولكن بالنسبة لي بحكم اني ما اقرأ كوميك للمانة مرة انصدمت وكانت مفاجأة مرة رهيبة حبيت برضو فكرة دكتور سترينج لما نقل وعيه الى جثته ويرجع كأنه زومبي اوكي احنا كنا متوقعين انه زومبي اوه زومبي زومبي لا ماهو زومبي طلع اللي في الاعلان كان شكله زومبي بس هو في الواقع زومبي بس مش زومبي فهمين علي اه جثته بس نقل وعيه لها المشهد اذا كان مرة رهيب واللحظات القتالية اللي صارت بين واندا والفوضى اللي صارت ما بين الارواح الملعونة مرة كانت رهيبة من جانب اخر ازعجتني حاجة كمان اللي هي مواجهة دكتور سترينج الشرير مع نسخة دكتور سترينج الطيب حقنا يا جماعة احنا نتكلم عن نسخة دكتور سترينج الشريرة جدا اللي عندها قوة خارقة ومرعبة جدا اضعاف واضعاف قوة دكتور سترينج حقنا نتكلم عن دكتور سترينج شرير متمكن من الدارك هول تماما نتكلم عن دكتور سترينج كان سبب في تدمير كون كامل نسخة شريرة من دكتور سترينج تواجه دكتور سترينج الحبيب والطيب حقنا وفجأة المشهد القتالي اللي يتم بينهم يتم على معزوفات اتفق معاك المشهد اخراجيا وبصريا ومعزوفات تتطاير والموسيقى تصرخ وتتجلى في الارجاء كانت مرة رهيبة بس مو بين دكتور سترينج الشرير ودكتور سترينج الطيب مدير يا مدير وين هيبت المشهد القتالي ما بين الشخصيتين ذولي وين راحت وين غير كده يا جماعة ترى النسخة الشريرة من دكتور سترينج ماتت بسرعة ما الحقنا ان نشوف اي شي من قوتها بللللل شفنا عينها الثالثة وخ واخيرا يا جماعة قوة سكارلت وتش الخطيرة جدا وكيف تم توظيفها بشكل جدا رهيب في هذا الفيلم واتكلم عن كل ما شاهدها بدون استثناء ولكن بالتحديد اكثر مشهد اعجبني الواندا او سكارلت وتش لما كانت تقاتل ضد سحرة كامرتاج كل السحرة في كامرتاج اللي جو من اكوان ثانية من عوالم من مدن ودول ثانية تجمعوا في كامرتاج وصاروا يواجهوا سكارلت وتش وهزمتهم شر هزيمة يعني شكرا شكرا صراحة انه سكارلت وتش في النهاية تحولت الى انسان طيب شكرا انها مع الفريق تبعنا لانه اعتقد لو اي مصيبة بتصير في هذا الكون تبعنا تبع عالم مارفل السينمائي اللي هو ايرث سيكس وان سيكس اي مصيبة بتصير في هذا الكون ما راح ينقذنا الا سكارلت وتش زبط البنت تقدر تتلاعب بالواقع تقدر تغير الواقع تقدر تتحكم بالبشر اللي حولها تقدر تخلق اشياء تقدر تستجعي وحوش ومخلوقات سكارلت وتش يا جماعة قوتها مرة مرعبة واكبر دليل انها قدرت تهزم اللوموناتي انا عالم يبوا يورون ان قوتها مرة رهيبة قتلتهم بسرعة بس شوية احترام برضو ما زلت متمسك في ما نعفي والله ما في ليش يقتلوهم بسرعة كذا شبر شوية شوية بس اعطيهم خمس دقائق كذا مش هد اضافي بس حبيت برضو فكرة انو الاحلام ما هي احلام انما هي ذكريات وحياة نسخ ثانية مننا ايش يطلع عم الفكرة هذي من رأسي الحين ايش يطلع عم الفكرة هذي من رأسي الحين وحبيت اكثر ربطهم لفكرة انو امريكان شافز هي النسخة الوحيدة في هذه الاكوان ما في الا امريكان شافز واحد مهما تعددت الاكوان ليش؟ لانه امريكان شافز ما تحلم اللهي رهيبة حبيت حبيت الفكرة يا جماعة رهيبة مشهد ما بعد النهاية للأمانة وضح أشياء كثيرة وشيء مهم جدا وهو إنه دكتور سترينج الآن تسكنه واحدة من الأرواح الملعونة أو بالتحديد روح شخصيته الشريرة لأنه عينه الثالثة انفتحت ومين اللي فتح عينه الثالثة في آخر مرة دكتور سترينج الشرير ولكن يبدو إنه هذا الشيء ما أثر على قوة وعلى الخير اللي داخل دكتور سترينج لأنه لما ظهرت البطلة الخارقة كليا توقع اسمها كليا ياب في نهاية الفيلم أو بعد مشهد نهاية الفيلم فتح عينه الثالثة دكتور سترينج ولبس عبايته وقال لها لاتس جو معناته أن الولد مسيطر على الشر اللي داخله أموره طيبة دكتور سترينج وصل إلى مرحلة مرة متقدمة من القوة والسيطرة على السحر إنسوا دكتور سترينج زمان دكتور سترينج القديم إنسوه دكتور سترينج الآن في مرحلة متقدمة وفي مستوى مختلف من القوة والجبروت يارب نشوفه مرة ثانية وثالثة ورابعة وخمسة عموما كليا قالت لدكتور سترينج تراك تسببت في مشكلة كبيرة مرة ونحتاج مساعدتك كليا يقال إنها بطلة خارقة وكبيرة السحرة في بعد الظلام أو البعد المظلم والبعد المظلم لو إنكم ناسينه هو المكان اللي راح له دكتور سترينج في الجزء الأول من فيلم دكتور سترينج فما ندري هل نهاية الفيلم أو مشهد ما بعد نهاية الفيلم تلميحة إنه راح يكون في جزء قادم لدكتور سترينج أو راح يكون مرتبط بأحد أعمال مارفل مستقبلاً الله أعلم ولكن الأكيد والمؤكد إنه دكتور سترينج ما زال عنده الكثير ليقدموا داخل عالم مارفل على الأقل إلى أن تنتهي فوضى العوالم الموازية هذه أو يجدون من يرثه بعد انتهاء دوره إن شاء الله ما يسو فيه زي أيرون مانو يختفي يعطونا أمل أنه ممكن نشوفه عارفين يعني خلوه يستقيل مثلاً لا تقتلوه مثل ما قلت لكم يا جماعة الفيلم ممتع جيد انبسطت بمشاهدته ولكن أبداً ما وصلت طموحات والتطلعات اللي كانت في بالي اللي كان في بالي شيء واللي تابعته شيء أقل بنسبة متوسطة فتقييم 7 من 10 أشوفه جداً منصف من وجهة نظري زي ما قلت لكم شاركوني أراكم وتقييماتكم وملاحظاتكم في التعليقات حول فيلم دكتور سترينج ولو أعجبكم الفيديو جماعة لا تنسوا الضغط على زر العجاب لأنه مرة منهم بساعدني كثير وتعالوا تابعوني على مواقع تواصل الاجتماعي كلها بنفس الاسم واجيه أوتو راح تلقوها برضو في صندوق الوصف كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم